السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتحية طيبه لجميع المتابعين والمستمعين أتمنى يسوون اشتراك وإعجاب وتعليق بالتشجيع طبعا اليوم نشرح شلون تدخل على الراوتر الراوتر ما تتك مثل ما تشوف أول شي تكتب الايبي هنا 192.168.1.1 وأكو آيبي يكون قبل الأخير 0.1 فقانو مغيرها مسوي 2.1 تدخل عليه يعني طبعا ندخل عليه يطلع لك حقل username و password تكتب admin راح يفتح تفتح لك هاي الصفحة شلون تغير الاسم تروح على النتورك تروح على الويرلس تغير اسم الراوتر هذا اسم الراوتر هنا يكون SSID طبعا نسميه سبعة تختار هنا هنا تكتب الاسم ومثل ما تشوف تضغط save كلمة save راح يتغير الاسم شلون تغير الباسورد تجي على ويرلس كما تشوف هنا مكتوب بي اسكي باسورد احنا تكتب الباسورد تكتب الباسورد تضغط على كلمة save من بعد ما تضغط على كلمة save راح يتغير الباسورد شكرا اشترك باب شكرا